أمثال قيلت ما زالت لتلحف السننا حللا تحكي حدثا تروي أمرا تضرب مثلا تبني مثلا فمثال يمثل في حدث وجمال قد أطلق جملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الرمضاني أمثال قالوا قديما زر غبا تزدد حبا وأول من قال هذا المثل هو معاذ بن صر من الخزاعي أعمامه من بني خزاعه وكان فارسهم وأخواله من بني عك بيد أنه كان يؤثر قضاء معظم وقته بين أخواله ويكثر من زيارتهم على غير العادة في بقاء الرجل بين قوم أبيه وأبناء عمومته كان معاذ فارسا باسلا وشاعرا بليغا ظل مقيما بين أخواله زمانا حتى خرجوا يوما للصيد فتشاجر معاذ مع ابن خالي له اسمه غضبان فقال له هذا أما والله لو كان فيك خير ما تركت قومك فوعى معاذ حقيقة أمره وشد متاعه وهم راجعا إلى قومه من بني خزاعه وتمتم قائلا زر غبا تزدد حبا وأطلقها مثلا من الأمثال الحكيمة والغب في اللغة هو زمن استغناء الناقة عن الشرب بعد أن ترتوي وحدوده من ثلاثة أيام إلى أسبوع ويحث هذا المثل على أن نوازن بين الزيارات كي تزداد المحبة ولا يمل الأخ أخيه وليس هذا على الإطلاق وإنما يحكم ذلك المودة والمحبة وديننا الحنيف يأمرنا بالصلة والزيارة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أبا بكر الصديق كل يوم بكرة وعشية وهذا يدل على خصوصية المودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه ومعنى هذا المثل صحيح في حقيقة النفوس البشرية ألم تر أن القطر يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسك ويقول علي بن أبي طالب إذا شئت أن تقلى فزر متواترا وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا وختاما نقول لا تجعل الغب طويلا فتنسى أدم الوصال بلقاء أو باتصال أوقف لنا في الطريق إن لم تزرنا وقفة في الطريق نصف الزيارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمثال كطلائع نخل ما زالت توتينا أكلا إن رحلوا من قالوا مثلا فسيبقى حيا ما رحلا فسيبقى حيا ما رحلا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة